يمر كما روى الإمام نور الدين الهيثمي في مجمع الزوائد بسند الرجاله كلهم ثقات ولعله أيضا فيما رواه نعم فيما رواه الإمام أحمد في مسنده يمر مروان بن الحكم في الليل على قبر رسول الله فيجد رجلا جالسا منكبا على قبر الحبيب المصطفى واضعا رأسه على حجرة في القبر مكبا على قبر الحبيب يبكي فحركه وكأنه منكر عليه فالإنكار على محبة الصالحين والتعلق بآثارهم شنشنة نعرفها من أخزم فهي لعبة أموية كانوا عليها التفت وحرك ذلكم الرجل وقال ماذا تصنع فرفع رأسه فإذا به أبو أيوب الأنصاري صاحب رسول الله الذي نزل المصطفى في بيته في أول نزول له بالمدينة حيث بركت الناقة عند بيته هذه عقيدة أبو أيوب الأنصاري فمن ذا الذي يأتينا بتوحيد لم يعرفه أبو أيوب الأنصاري من الذي سيأتينا بعقيدة لم يفهمها أبو أيوب الأنصاري أفنطعن في توحيد وعقيدة أصحاب رسول الله وندعي الكتاب والسنة لا وعزت من أنزل الكتاب ومن سن على يد نبيه السنة قال فقال له ما لك تبكي يا أبو أيوب قال سمعت صاحب هذا القبر يقول لا تبكوا على الدين إذا وليه أهله ولكن ابكوا على الدين إذا وليه غير أهله